وما الأموال والأولاد إلا وداعون ولا بد يوماً أن تستردى الوداعوا وداع هذه عند الله نحن كلنا وداع والله نفوسنا في أبداننا وداع لدينا أقسم بالله ولا هناك واحد فينا يقدر يخلد نفسه يقدر يجيب لي أكبر ملياردير أكبر ملك في العالم أكبر طاغية خليه يخلد نفسه خليه يتحدى الموت لا يقدرش يريد أن يموت أتينا الوجود على الرغم مننا وسنزايله ونتركه على الرغم مننا ولذلك على فكرة جزء من فلسفة الحزن تذكيري بالعبودية أنك أنت عبد مش معبود أنت مربوب مش رب أنت تراب مش رب بالأرباب أنت إنسان مش إله لماذا طيب؟ الإله فعال لما يريد فعال لما يريد صحيح؟ هل أنت فعال لما تريد؟ عشان هيك بتحط خطط وبتخيب بتأمل تأميلات وبتنجحش وبتطلب استبقاء الشيء وبتفلث منك وبتحب الحياة لمن تحب أموته أمامك وبتحب تخلد ومش هتخلد أنت عبد الحزن هذه فلسفة الحياة لذلك عالم النفس نفكر الألماني العظيم كان يقول لا يمكن أن ينفعل ويستجيب للعالم بالطريقة الصحيحة العميقة من لم يمر بخبرة الحزن والمعاناة عشان تفهم العالم والوجود بدك تعاني لذلك بتشوفوا أكثر الناس سذاجة وسطحية وهوائية وفراغية وبين قسين وأكرمكم الله جميعا وتفاها تفاها من هم الناس اللي وضعوا في ظروف معينة أو القدر وضعهم في ظروف معينة جعلتهم تقريبا لا يعانون أموال كثيرة وسلطة سلطة على الناس وعلى الشعوب وسلطة عندهم أموال كثيرة واللي بده يا بس اللي بيشتهي هو عذاب على الفكرة أكيد عنده نعم العذاب أنه مش عارف اش بده صح؟ علشان هيك أنا بقى خاطب كل واحد وخاطب نفسي إذا كان الله فاتح عليك ومعطيك شوية مال كذا إياك أن تفسد إنسانية أولادك أبنائك بناتك بالإغداق الملوش معنى هذا وتحقيق الرغبات الدائمة وتعيش أنت كذلك لا لا عش إنسانا وعلمهم أن يعيشوا بشرا عميقين الحياة فيها أخذ عطاء فيها وجه المظلم وجه المنير فيها السارب والموجب هذه عشان تتوازن لذلك كارل جوستاف يونج مؤسس أيضا كبير جدا لمدرسة خاصة في التحليل النفسي إلى جانب طبعا زميله الأول فرودي الذي ينشق عنه سويسري يونج ما يقول يقول لا معنى للبهجة والفرحة في حياتنا ما لم يعادل بشيء من الحزن والمعاناة فرحة مستمرة بهجة مستمرة سعادة سخافة سطحية بصير إنسان سطحي بصير لكن لما تعادل هذه الأشياء أضحك وأبكى بشيء يبكي بشيء يؤلم بشيء يرهق آه بصير الإنسان معنى ببنى يتوازن الإنسان ألاكا هيك ماشي مشوه هو مشوه المسكين مش عارف حاله مشوه فكر حاله شغر كبير هو مشوه ونحن نشوفه شائها نراه شائها ناقصا ما بتوازن إلا الإنسان بجناحين صح؟ بطرفين بخبرتين بمعنيين بفلسفتين في الحياة وهذا